طيب تعالوا الواحد الوقت الى قطر وكأس العالم خلاص ايام قليلة جدا وتنطلق بطولة كأس العالم نتكلم في خمس ايام من الان بطولة ان شاء الله نتمناها رائعة على ارض عربية بإذن الله تطلع بشكل محترم وبالنسبة للكورة والفنيات تبقى ممتعة للغاية معانا عبر سكايب الان من قطر زمنا العزيز المميز دوما الرائع جدا محمد الجزار الناجد الرياضي محمد مشرف ومنور كالعاد دايما باستمتع بتواجدك معي ربنا خليك يا كريم تحياتي ليك والكل مشاهدينك الكرام وباكتنا يعني قبل المدخلة صراحة فيديو مؤسر جدا وخصوصا كمان ان بدل ما تكون مصر هنا في قطر بتلعب في كأس العالم بتلعب مباراوت دية فشوف الجمهور وازاي استقبال الشعب الكويتي لمنتخب مصر في مباراوت دية تخيل دا لو في كأس العالم الله يسامحن بقى الله يسامحن انا اكيد مش انا صح لا عشان الفيديو يعني لا في وقت الله يسامحن ان احنا موصلناش كأس العالم محمد قلتلي انا مالي الله يسامح اللي كان السبب محمد طيب قولي الاجواء عندك بقى عاملة زي احنا منشوف فيديوهات كتيرة جدا من قطر ويبدو ان الامور كلها تتمشي بشكل رائع جدا لتنظيم هذه البطولة الكبيرة الاول مرة على عرض عربية بسم الله الرحمن الرحيم في البداية الحياة الاجواء مميزة جدا وقطر عاملين مجهود وعملين شغل كبير جدا وبيسابه الزمن لاستضافة مش مجرد استضافة بطولة كاس العالم ولا ناس مركزة عايزة تعمل حاجة محترمة حاجة كويسة تهيئ بكل العرب لانه هو منديال العرب بالحيانة بنزل في الشوارع وبروح الملاعب واجواء الجماهير هي اجواء جميلة جدا كاس عالم كريم انتعرف يعني كاس عالم لكرة القدم اكبر حدث كروي على وجه كوكب الارض فما بالك بانها في بلد عربي كل الجماهير هنا مستمتعة كل الجاليات العربية الحمد تشوقين لدربة الفداية للبطولة ان شاء الله ان شاء الله كم منتخب وصل لكاتري محمد حتى الان وصل عديد من المنتخبات قبل ساعات قليلة وصلت كوريا الجنوبية وصلت ايران بقيادة كارلوس كيروش قبلهم المنتخب السويسري اخر منتخبات اللي وصلت من شوية يمكن منتخب تونس كان من كم ساعة برضو بالامس كان وصول المنتخب الاسترالي المنتخب القاتري كان جاي من معسكر في اسبانيا في مدينة ماربيلا المنتخب السنغالي طبعا وصل المنتخب الامريكي كان اول وصلين منتخب اليابان الحقيقة المنتخبات بتتوافد المنتخب المغرب كمان وصل بسلامة الله وخلال الساعات القليلة القادمة بيستمر وصول بقية المنتخبات لان خلاص فاضل خمس ايام النهاردة بدأنا في يوم جديد ففاضل خمس ايام على حفل الافتتاح ومباراة الافتتاح ان شاء الله دي بطولة كاس العام السؤال دايما مطروح عدد جماهير كبير سيصل الى قطر مع بعثات لمنتخبات كثيرة والناس تتحدث تقريبا كلها كل اللي عايز سافر قطر حتى اللي يسافر هنا من مصر وعايز يحضر المباراة يتحدث عن الفنادق والاقامة والبيوت والشواء وعارف ان قطر عامل السعادات في هذا الامر السعادات جيد جدا صحيح فيه تنظيم كبير جدا وكان ناس كتيرها الآن من موضوع السكن وبيقولوا ان الاسعار مرتفعة ومفيش سكن لا بالعكس فيه سكن موجود في كل مكان واسعار بتبدأ من 80 دولار وزي ما انت قلت متوفر شباق فندقية فنادق مدن وقرى للمشاجعين خيم مدن كرافانات حاجة كده بتبقى موجودة في في العاصمة الدوحة وفي مدينة الخور ففيه خيارات كتيرة جدا وتم تم من ممكن من اسبوع تم حوالي سبعين الف غرفة فندقية للجماهير لان فيه قبال كبير جدا من قبل المشاجعين ثلاثة مليون تذكرة تم بيعهم لحد دلوقتي فالعديد من المباريات سلد أو المبارات الافتتاح ومبارات الختام فيه قبال كبير جدا جدا جماهيري على حضور المباريات فهم عاملين كمان عشان الموضوع يبقى منظم وما فيش سودا عاملين منصة اسمها بوابة قطر للإقامة دي من خلالها المشاجع بيدخل وبيقدر يسجل ويشوف الخيارات المتاحة لي واللي مناسبة لي ممكن يقعد في غرفة واحدة أو يقعد في غرفة مزدوجة ففيه خيارات كتيرة جدا للسكن واعتقد ان قطر قدرت انها تتجاوز المسألة ديت وتتغلب عليها الحياة بتميز كبير جدا وبشكل سلس بحيث ان تجربة الإقامة لأي مشاجع جاي من أي دولة في العالم تكون تجربة سلسة وتجربة مميزة المباراة الافتاحية والاحتفالية نفسها بالحفل الافتتاح والأساطير كمان اللي يحضروا هذه المواجهة تفاصيل حفل الافتتاح تحديدا يا محمد هم الحياة رغم التكتم الكبير جدا على فقرات حفل الافتتاح اللي هيكون زي ما وصلتنا معلومات هيكون حفل وستقوم تاريخ ما تعملش قبل كده في بطولات كاس العالم في مفاجآت كتيرة جدا هتبهر الناس فقرات فنية وعروض استعراضية وحاجات يعني الحقيقة مبهرة جدا قطر بتتميز في الحتة وتقدر انها تعمل شو كويس خصوصا في حفلات الافتتاح البطولات الكبيرة هي متنشوفنا في كاس العرب حفل افتتاح بطولة كاس العرب الأخيرة اللي نال إعجاب الكتير من الناس وكان فيه تركيز على الجانب العربي وإبراز الثقافة العربية والخليجية بشكل كبير جدا إضافة إلى إدخال العروض الليزر والتكنولوجيا الحديثة اللي فيها إبهار للكتير من الناس فاعتقد انه هيكون حفل افتتاح تاريخي ومبهر لكل العالم مش لنا بس كعربي عزيز محمد جزار من قطر أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة واستمتع بقى بكاس العالم شكرا كريم شكرا طيب